فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار طب هنا النهي عن الخضاب بالسواد سؤالنا سعي أيضا لكن سؤالنا سعي كتاب الزينة نحن مع سنن نسائي يعني إن شاء الله بالمجهود وأنتم بإذن الله تكونوا على الحرص ينتهي سنن نسائي إما في رمضان أو قبل رمضان إما في رمضان أو قبل رمضان ونتفرغ تماما لصحي البخاري إسنادنا ومتنا ولألا الله يعني يجعل لنا في هذا الأمر على الأقل أن يكون الله قد انتهينا من السنن الكتب الست وده يعلم الله جل وعلا ما نعيش إلا له ولعل الله جل علىها يعني يحققها ويجعلها إخلاص الواجه لله الكريم اللهم أمين شيء ما دفع المنعيش سيوان من سنوات مضت لابد أن يقضي يا أحمد لابد أن يقضي يقضي حاجة ترسله يقضي بارك الله فيك هاني لماذا ابن عباس يؤول بعض صفاتها النعم أم في صفات خاصة ابن عباس لم يؤول ولا صفة يا أحمد من وين أنت تقول بذلك كيف تقول على صحابيه هذا الكلام الله يهديك من يقول بذلك الله يهديك يا شيخنا نتعلم الترتيب من تعلم الترتيب من شيخ أي ترتيب يا حبيبي أنا مش فاهم كلامك يعني تعلم الترتيب من شيخ مصطفى يعني إيه أي ترتيب لا يهديك تقول لي أي ترتيب ماذا تقصد بذلك ما اسمه هذا الأخ محمد وارس ماذا تقصد فأين الأخت طارة أنا متألي هي تحضر أين طارة لما أنا ما أدري من الذي أتعقب ذلك فيه فيه أمر لابد نعلمه لما أتعقب بذلك أين طارة وصاحبته أيضا أمال طارة بتحضر في هي نعم بتحضر معنا في التليجرام الحمد لله أنها لم تقطع ومهما فعل أصلا من يريد أن يجعل من الفضليات أو الأفاضل أنه ينقطعوا لا ينقطعون من الذي يفعل ذلك سبحان الله الأستاذ محمد هذا اسمه محمد وارس منيب ماذا تريد من الشيخ مصفى العدوي ماذا تريد ماذا تريد بكلامك وعامة الحمد لله تار زادك الله حرصا يجعل نفسك حتى لو فعلوا ما فعلوا الحضور موجود زادك الله حرصا في هذا الخير هو يتعلم الأدب في السؤال الأولى أنه ما فيش مشاكل خلينا نعرف منه هو إيش يريد وبعد ذلك يعني الإجابة تكون على قدر ما كتب لأنه يكون رجل مغرد يعني أو الله أعلم طالب علم لكن أنا سألت أكثر مرة ليش ما أجاب ماذا يريد آياتها المتفاعلة بالله ماذا يريد هو ماذا يريد وماذا كتب فقط وجدت يقول الترتيب من الشيخ مصطفى على إيش مش فهم لا طيب هنتظر إجاباتك تقريري ماذا يريد لو يريد نتعلم نحن نتعلم نحن ما ننقطع عن التعلم نتعلم من كل أحد الله أحفظكم والأخي كتب هذه الكلمة وخرج إيبه هذا مدخول يعني إيبه هذا مدخول نعم مدخول كيف أخبارك السناء وكيف أخبار الأخوات معك في الموريث نفعل الله بك الأمة الإسلامية طيب عندنا النهي عن الخطاب بالسواد قال المصنف رحمه الله تعالى أخبارنا عبد الرحمن بن عبيد بن عبيد الله الحلبي عن عبيد الله وهو ابن عمر عن عبد الكريم عن تعيد الجبير عن ابن عباس رد الله عنه أرضاه لا يا أحمد أنت واهم هذا الإسناد إسناده ضعيف لم يزبط عن ابن عباس لم يزبط ولو ثبت هذا ليس تأويل هو ماذا يريد ماذا أراد الآن أنتم تأولون أنا أريد ماذا أراد وأنا أعلم الأدب إذا كان رجل يحتاج إلى الأدب أعلم الأدب وأعلم من بعثه أيضا الأدب لكن رجل يريد يتعلم قولوا لي ماذا يريد أصلا هو ماذا يريد ممتاز هذا الظن بكم رد الله عنكم نعم قال أخبرنا عبد الرحمن ابن عبيد الله الحلبي عن عبيد الله وهو ابن عمر عن عبد الكريم عن سعيد الجبير عن ابن عباس رد الله عن عرضاه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا حيث خرجوا أحمد في المسنن قال قوم يغضبون بهذا السواد آخر الزمن قوم يعني يغضبون بهذا السواد آخر الزمن كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة لا يريحون رائحة الجنة آه إذن إذن هم يتعقبونها وأنا نجب نعرف من الذي يتعقبها لكنها ولله الحمد كيدا فيهم ما تترك وتحضر الآن في التليجرام وإن شاء الله يفتح هذا ونعرف من الذي وراء هذا بإذن الله ما رس بيلي ما تأخرتم نعم إن شاء الله فعل ذلك يا إسماعيل إن شاء الله لكن أنا نريد أعرف هذا الأخ مغرد يعني هو داخل مغرد يريد يقعنا مسأل مع الشيخ ولا شيء ذلك ولا إيه مش بالضبط ما هؤلاء هؤلاء الشياطين ولا إيه مش بالضبط الله المستعين طيب وقال المصنف رحمه الله تعالى أخبارنا يونس إبن عبد الأعلى قال حتسنا ابن وهب قال أخبارنا عن أبي الزبي عن جابر قال أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالصغامة بياضا فقال فقال عسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السود غيروا هذا بشيء واجتنبوا السود وهذه الحديثان حديثان صحيحان والحديثان يدلاني على حرمة على حرمة التغيير تغيير الشايب بالسود أولا الحديث الأول أخرج أحمد في المسند والسند وهو صيح والثاني أخرج مسلم في استحباب خضاب بصفرة لأنه قالوا واجتنبوا السود جنبوه السود وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الخضاب بالسود حرام هو فقط قال ما قال وهرب ما خلاص يعني كما قلنا هو رجل مغفل أراد شيئا معينا وما وصلش إليه ولله الحمد والمن نحن أنزل الناس ونتعلم من أي أحد يعلمنا إن كان فيه تعليم وأيضا أعظم الناس توقيرا إذن الخضاب الخضاب سنة من السنن تغيير الشيب سنة من السنن النبوية وفيها أيضا كما قلت هذه السنة أنه يغيرها بأي لون إلا السود فالسود محرم وهذا قول جميل أهلين وقد قال بعض الصحابة ستة من الصحابة غيروا الشيب بالسود وبعضهم نعم مجهيل حقيقة نعم أمارك رد الله بعضهم قال بتغيير التغيير بالسود وغير الحسن الحسن والحسين ستة من الصحابة فعلوا ذلك ولكن حقيقة الأمر نسأل الله أن يحفظكم نسأل الله أن يجعل خطبة مباركة بإذن الله فالتغيير لا يريحون رائحة الجنة قال لا يريحون رائحة الجنة وهذه فئة دلالة واضحة جدا على أنها على الحرمة بل بل هذه قد تكون كبيرة لأنه قال لا يريحون رائحة الجنة وفي صحاح مسلم قال غيروا هذا الشيب وأجدنبوا السود وهذا أمر وظهر أمر الوجوب فهذا كله فيه دلالة واضحة جدا على حرمة التغيير بالسود حرمة التغيير بالسود الله يشفي يا رب الله يشفي وقرأ عنكم بشفائه فيغير بالأصفر أو بأي لون آخر يجوز حتى باختلاط الألوان كما يقال المشت في هذا الباب فصحيح أن التغيير بالسود لا يجوز وهو محرم وما ورد عن الصحابة الحسن وحسين لم يبلغهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قوم يغضبون بالسواد آخر الزمان كحواصل الطير أو قال كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة لا يريحون رائحة الجنة وهذه دلالة على أن التغيير بالسود كبيرة مش بقى محرم كبيرة من الكبار الخضب بالحناء والكتن باب الخضب بالحناء والكتن قال أخبارنا محمد بن المسلم قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا به أبي عن غيلان عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتن أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتن وقال أخبارنا أخبارنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخبارنا إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتن وفي الوقت قال إن من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتن وقال أخبارنا قتيبة قال حدثنا عبثر عبثر عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أدي لي كل هذه الأحديث صحيحة كالشمس عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتن وقال أخبارنا حميد بن وسعادة قال حدثنا عبد الريد حدثنا الجرائري عن عبد الله بن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتن وفي بعد قال إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتن وقال أخبارنا محمد البشار حتثنا عبد الرحمن عن صفيان عبد الرحمن مهدي وس الثوري عن يدي Wrestling عن أبي رمسه قال أتيت أنا وأبي النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد لطخ الحياته بالحناء وفي الوقت عن أبي رمسه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته قد لطخ الحياته بالصفرى وهذا حديث 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 بين السنة الأبد قد تكلم بعض العمان والحديث صحيح وأن نبي سلم صبغ بالصفرى بالصفرة قال بالحناء وبالصفرة نعم طيب يعني دقيقة ونأتيكم الكتم الحناء والكتم الكتم نبات ايه اللي بيحصل ان الحناء مع الكتم يعطي بني غامق جدا تحسبه انه اسود ولذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احسن ما غيرتم به شيء الحناء والكتم فكان ابو بكر رضي الله عنه يسبغ بالحناء والكتم وكان عمر رضي الله عنه يسبغ بالحناء والكتم كما قلت الحناء والكتم يعطي يعطي سوادا يعني يعطي لونا قريب من السواد او يكون سوادا نعم انا ادعو لكم كثيرا يعلم الله ولذلك الاحديث قد جاءت ان احسن ما غيرتم وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم ان بيان على ان افضل الحناء افضل التغيير او السبغ بالحناء والكتم لان الحناء والكتم يعطي سوادا ويعطي قوة ايضا يعني انت حزينة من اجل طارة وانا ايضا حزين جدا من اجل طارة ما استغرب من الذي يحدث وايضا اخت امينة ايضا يحدث مع امور لا انتم لكم دخل فيها ولا هي ايضا لها دخل فيما لكم فيه لكن الامر ده في ايدي خفية من الخلف بتفعل ذلك لكن انا ما ادري لماذا يتعقبون طارة يعني هي في اشياء غيرة ولا ايه بالزبط انا لابد افهم ما ما وراء الحدث لماذا ولكنها بفضل الله يعني بتصفع على الوجه سريعا اهو ما ما تركت وهي بتحضر بتحضر اصلا في التليجرام لا تضيع الخير ارادوا ان يمنعوها من خير وقد يمنعهم الله من هذا الخير هم وهي اصلا تبقى ثابتة في هذا الباب والذي لا يعرف قدر اللؤة لا يقترب منها بحال من الاحوال فالله مستعان بذا نقول ان الحناء والكتف اذا اختلطا اعطايا لونا بنيا غامقا ويكون هذا افضل ما يغير به الشيء يعني افضل ما يغير به الشيء هو ذاك الحناء والكتف اذا ابو بكر رضي الله عنه ارضاه كان يغير الشيء بالحناء والكتف وايضا عمر الفاضي مستنبطة فافضل ما يكونوا صبغا عملا بزنونة النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الحناء والكتف وقلت ابو بكر وعمر فعلوا ذلك وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني استخدم الحناء لان حدث ابي رمثة قال اتيت انا وابي الى النبي صلى الله عليه وسلم رأينا وكان قد لطخ لحياته بالحناء وفي الوقت قد لطخ لحياته بالصفرة الحناء تعطي صفرة لكن الحناء مع الكاتم تعطي بنية غامقة أردناها كحمزة الله المستعد نسأل الله أن يديم علينا هذه المجالس ونسأل الله أن يبعد عننا كل حاقد وحاسد نعوذ بالله نعوذ بالله الفائد المستمبطة نعم هي صامدة وهي تدرس في التليجرام لا تترك يريدون منعها من الدراسة سبحانه رب العظيم الفائد المستمبطة قولي نبي أفضل ما غيرتم به الشمط الشمط هو البياض البياض مع اختلاط السواد الشمط الحناء والكتم ولذلك عائشة قالت مالك من امرأة عجوز شمطاء شمطاء يعني اختلاط الشعر العامل بالشعر الأسو فالنبي يقول الشمط هو البياض تغيره بالحناء والكتم وده أفضل ما يغير به الفائد المستمبطة في ذلك ردنا عليك يا أمو حر أمو رحمة كيف عن قرب أين أنت يا أمو رحمة أين أنت كيف الجمع بين هذه الأحاديث كان في العنفقة وفي الصدغين هنا العنفقة اللي هي هذه والصدغين وكان هذا قبل أن يصبغ فسبغ النبي السلام وقال البياض هذا كان بسبب الطيب الذي كان يستعمله كثيرا لذلك قال بعضهم أن نبي السلام سبغ وبعضهم قال أنه لم يصبغ والصحيح الراجح أن النبي سبغ وسبغ بالصفرة وكان البياض في العنفقة والصدغيني رأه أبو جحيفة قبل أن يصبغ فسبغ النبي صلى الله عليه وسلم فراه ابن عمر وقد سبغ بالصفرة لذلك سبغ بالصفرة المسؤل عن ذلك قال النبي يسوه السلام فعل ذلك الفوائد حسن تغيير الشيب من حسن الإسلام لأنه هذا يعني النبي يسوه السلام فعل ذلك حتى تغييظ أهل الكفر قد يجب عند القتال لتغيظ أهل الكفر فضل تغيير الشيب الحنا والكتب ثبوت أن النبي غير بالصفرة غير الشيب بالصفرة نعم يبقى لنا بداية المجتهد نريد ندخل فيه إن شاء الله وهيكون على تأسير نتكلم عن المسألة وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَةِ الثُّرَيَّا فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّا وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَةِ الثُّرَيَّا فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّا فَدَافِقُونَ كَسُقِيَ الْمَاءِ كَانَا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِي النَّقِيَّا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِي النَّقِيَّا فَأَخْلِصْيَةَ رَبِّي وَبَارِكَ عَلَى شَيْخِ النَّبِي لَالْخُلُقِ وَالضَّاحَى الْمُحَيَّا عَلَى شَيْخِينَ عَلَى شَيْخِينَ عَلَى شَيْخَ